نتكلم في فترة النكسة 67 وهي يعني فترة صعبة جدا تدمر فيها السلاح الجو بالكامل أو سلاح طيران بالكامل فإن بعد ما تخرج من حرب بهذا الشكل وإنت يعني مدمر نفسيا ومدمر يعني معنويا طبعا ومدمر المعدات بتاعتك مش متوفرة إزاي كان بيتم التعامل في الفترة دي؟ إزاي تم تجميع القوة مرة تاني وعلشان تدخله في حرب الاستنزاف ثم أكتوبر هو حضرتك فعلا زي ما قلت كده في خمس يوان دمرنا خالص بس الروح المصرية برضو الروح المقاتل المصري برضو فينا يعني حضرتك بعدها على طول الروس بعتولنا طيارات ميج 21 من حلف ورسو طيارات قديمة مستهلكة ومجموعة من الطيارين أنا كنت من ضمنهم روحنا الجزائر يوم ستة يعني خمسة يونيا الحرب ستة الصبح الفجر روحنا الجزائر عشان نجيب طيارات نحارب بيها أيوه فلما روحنا الجزائر ليه دا عندهم ستة طيارات بس ستة طيارات ميج 21 بس ستة وإحنا كنا حوالي عشرين اربعة وعشرين طيار فيعني عاوزين طيارات والعدو الإسرائيلي كان عنده أده إيه وقتها؟ لا كان كتير قوي حضرتك كان عنده ميراج وقتها وعنده مستير وسوفر مستير العدد كان كبير يعني احنا كان عندنا حاجة وعشرين وهم بيفوكوا العدد لا احنا ميج 21 احنا الطيارة ميج 21 مش العدد 21 لا الميج دي طيارة من قتلة ميج 21 فلما روحنا الجزائر حضرتك أقدم ناس فينا أخذوا ستة طيارات ورجعوا مصر عشان يحاربوا وسبونا احنا هناك بقى يعني عادنا حوالي مثلا ست أيام كمان لغاية لما قالوا لنا في طيارات ميج 17 ميج 17 دي جريء أقل شوية من الواحد وعشرين تاخدوها قلنا ناخد أي حاجة بس هاتو فكانت الطيارات عندهم مفكوكة ومعطوطها في هناجر متخزنة وعزيروا محدش مكتورة عليها خالص فاستنينا بقى لغاية لما ركبوها بتاعه ورجعنا بس كانت الحرب كانت خلصت 67 بس بقى حضرتك إيه يوم 14 و15 يوليا يعني بعد الهزيمة بتسعة وتلاتين يوم طلعنا ضربنا الإسرائيليين على خط القنال يومين ضرب مبرح مبرح بجد يعني بانتقام بقى يعني لسه مهزومين بقى لنا أربعين يوم مثلا ولا ففرصة بالطيارات اللي احنا جبناها من الجزائر زائد شوية الطيارات اللي هي الروس الدهنة عادنا يومين أنا طلعت أول يوم ثلاث طلعات وتاني يوم طلعتين ولوين يعني كان وقتها طارين عادنا كتير بس الطلعات كانت تقول إيه لا فيعني اللي بيطلع طلعة ده كان ربنا يعني بيحبه أنا قدرت أطلع أول يوم ثلاث طلعات وتاني يوم طلعتين ضربناهم بقول لحضرتك هربوا كان فيه خط زمان سكة حديد من الإسماعيلية ودي العريش اه رجبوا كان فيه سول عندي بعد كده لما روحت السرب كان السرب 47 كان السول ده تزنق في العريش في وقت الحرب معرفش يرجع فبيقول يا فندم أنا شفتهم جرحة وهربانين إسرائيل هربانين من الضرب رجبين الأطروا بيزيروا في العريش وبيجروا فدي الروح حضرتك يعني بعدها ما فيش باربعين يوم استعادنا بعد النكسة يمكن كانت ناس فاكرة الفترة دي كانت فترة هتكون يعني تأثيرها يمتد الفترة طويلة ولكن الكوات المسلحة جمعت نفسها بشكل سريع زي ما حضرتك قلت وقدرت أن هي تخوت فترة الاستنزاف بالزبط يا هن